بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام علي الله أما بعد اذا الفيديو هو الفيديو الثاني في الواحدة العشرة وهو الفيديو آخير الوديو ده ذه نحل إن شاء الله في قواعد الواحدة العشرة ونحل برضو الامتحان الموجود 2 على الواحدة العشرة اول سؤال diamond يا تتركي إجابها trader�ون الدقية سألتني إذا كنت ذاهبت إلى المشي Corniche من قبل否 الجملة الثانية هي ايه لو انا رحت اسوان هي كان ممكن تروح معايا يعني ده معناها ان هي اخبرتني وبالتالي هينقول مفيش مي فبالتالي ما ينفعش ناخد جملة التالتة هي لو انا رحت اسوان تعال نشوف بداية كده الجملة اللي قدام سيادتك دي جملة زمانها ماضي فما ينفعش ابدا نفكر في اسكس لان ده مضارع لو هي اسكد كان ممكن نقول شي اسكد اذا كنت رحت اسوان ولا لا طيب ده رقم واحد ده رقم اثنين لازم بعدها مفعول فكان مفهود نقول شي طولد مي رقم ثلاثة هي سيد ليه ما ينفعش سيد ما ينفعش سيد عشان انت لو قلتلي هي قالت لو انني ذهبت الاسوان ما ينفعش عشان كده الاجابة هنا يعني هي تساءلت اذا كنت ذهبت الاسوان من قبل ام لا بيتر تساءل كامل المبلغ الذي انا دفعته للبدلاء وبالتالي انت ستقول لي بيتر سألها او تساءلها اللي هي واندرد كان ممكن نقول بيتر اسكد او بيتر اسكد مي خمسة هي مي ويري هاد بين ويري هاد ايتن هي ايه اين انا اكلته في قدامك مي في قدامك مي مفعول فالمفروض تشك في طولد تعال نجرب لو احنا قلنا شي طولد مي ينفع قولك هي اخبرتني اين انا اكلت هي هتقول لي انا اكلت فين فما ينفعش وبالتالي طولد غلط رقم اثنين ما ينفعش نقول سيد مي دي اطلاقا سيد لا يأتي بعدها دمير مفعول اطلاقا بقي معايا كده حاجتين اسكد ووندرد دي ما ينفعش بعدها دمير مفعول اطلاقا يبقى انت عندك اتنين كده ما ينفعش بعدهم دمير مفعول سيد ووندرد وبالتالي الاجابة اصبحت قدامك هنا اسكد ومعنى الجملة شي اسكد مي يعني هي سألتني اين انا اكلت في ستة انا اسم ابن عمي صديق ابن عمي تعال نشوف المعنى بالعربي كده الاختيارات طيب تعال نشوف انت لو انت قلتلي انكويرد او ووندرد اللي بني معناها تساءلت ما ينفعش اقول لك هي تساءلت اسم صديق ابن عم صديقي انت بتقول هي ارادت ان تعرف اسم الولد يبقى شي ووندرد سبعة احنا عن سعر الغرفة اللي في الفندق اكيد احنا تساءلنا عن انكوير اباوت دي لازقين في بعض كده دايما انكوير اباوت يتساءل عن طيب رقم سبعة رقم تمانية اي اسكت هم وات انا سألته ماذا عايزك تاخد بالك وتأكد اقوي اقوي على الفكرة دي ان انت لما تجيب اي اسكت وات او وير او وين اي اس فهم تجيب بعدها الفاعل وبعدين الفعل المساعد وبالتالي يا مستر انا قدامي بدأ بوز دي ما تنفعش لانها بدأ بفعل المساعد والبدأ باس دي بدأ بفعل المساعد ما تنفعش زرف فانت بتروح لفعل القول ده زمنه ماضي وبالتالي انت هتختار ماضي عشان كده هتقول يبقى الشي او انا سألته ماذا كان يقرأ في التسعة هو سأل لني لو انني قرأته او انتهيته من قراءة الكتاب الذي اعطاه لي الاسبوع الماضي واغت بالت انت دي اصلا من الحاجات اللي باستخدمها مع الماضي التام الناس دي كلها ماضي التام عشان كده هنقول طيب ليه ما ناخدش لان بعد اف بنجيب الفاعل وبعدين الفعل المساعد طب رقم عشرة هي تساءلت لو انني اي شيء مثيرا في الاجازة خد بالك الجملة مفيهاش ظرف ده رقم واحد رقم اتنين هنروح لفعل القول زمنها ماضي فعشان كده الجملة زمنها ماضي وبالتالي هنقول طب نتخيل كده ان الجملة دي مكتوبة كنا اخدنا برغم من الفاعل القول ماضي مدام فيه ظرف فانت بتاخد للظرف في احداشر ابي سألني مع من ذهبته الى النادي والله اصكت زمنها ماضي فانت المفروض تقول هو وبعدين تجيب بعدها فاعل الاولانية وانت ما تنفعش لانه مفيش فاعل طيب ضد ما تنفعش لانها بدأ بفعل مساعد وهاد ما تنفعش لانها برضو بدأ بفعل مساعد فحضرتك اخد بقص قدامك اختيار واحد الى هو اي هاد جان في اتناشر ركز معاه في الجملة رقم 11 تاني الاول قبل ما نحل الجملة دي في اتناشر كنا بنقول ابي سألني هو من اي هاد جان وز من انا زهبته معه اخد بالك انت قلت لي انا في الاول فاعشان كده قلن اي هاد جان في اتناشر بقى يا فاندم بيقول لك ابي سألني من ايه معي انت عايز تقول من زهب معي زهب دي يعني انت ما استخدمتش اي اصل ما قلتش انا طيب وما ينفعش نستخدم فعلي مساعد فانت قدامك اختيار من اتنين لو انت غمضت يعنيك وتخيلت الجملة دي بين اقواس قبل ما يتحول كانت المفروض لابا بيسأل ابنه وبيقول له يعني كانت ماضي بسيط فانت عاوط للحها بره بقى تبقى ماضي تام عشان كده هنقول هات جن في ترات عشر يعني هي سألتني وبعدين الكلام ده بين اقواس الكلام بين اقواس يعني انت عامل حسابك ان الكلام ده مباشر فالمفروض نستخدم فعل لمساعد فاعل ونكمل الاولانية دي بقى قبل فاعل ما تنفعش وده بقى قبل فاعل وبدأ قبل فاعل ولا واحدة من دول تنفع الاجابة واصبحت الجملة هل انت سمعت الفيلم يعني اللي كان على الدي فيدي ده طيب لما نطلع بره الجملة باننا نحولها من مباشر لغير مباشر هتبقى بقى اصكد مي اف اي هاد ووتشد ونكمل اربعتاشر ماي ارابيك تيتشر اسكد مي اف ان فرست فرس اف زبايم المدرس بتاع العربي سأل لاني ايه في المقطع الاول للقصيدة اه هي دي الايجابة ما هو انت بتجيب ويتش اللي هي اداة تتفهم وتكمل الجملة طيب احنا هنا ما فعلنا ما عندناش فعل مساعد لي لان المفروض الفعل المساعد كان دو او دوت او دز ازان الاجابة نمبر ايه طيب اه رقم خمسة واشر انا اريد ان اعرفوا كيف ايه يا ترى انا متأكد تماما ان ما فيش حاجة اسمها دو مدام الجملة دي سؤال فمنفعش نستخدم فعل مساعد دو اطلاقا ده رقم واحد رقم اثنين اقول لك يعني معنى كده انها مدارع فمنفعش نستخدم هاد اطلاقا انا هستخدم اما هاف يو هلبد او ان استخدم مدارع يعني تعال نشوف اي وانت تونو هاو يو هلبد ولا هاه يو هلبد احنا عايزين يا مستر جملة تكون بدأ باسف هام بعدين نفاعل هاف يو فعل مساعد فمنفعش اذا انا اتفكيري كله في الجملة اللي بدأ بالفاعل اللي هي بدأ بيو طيب ما انت قلت لي يو هاف هلبد تنفع لأ ما ينفعش اقول لو كانت مطارع بدأ بيو لو كانت مكتوبة كنا شكنا فيها ستة عشر هي ستة مي هو سألني هو قال لي اين تعيش طب ما انت خدت انت دو اهو ما انت لسه حيالا لان بتقول لي ما ينفعش استخدم دو ركز لو الكلام بين اقواس فانت بدي بقية تسفهم فعل مساعد فاعل الفعل المساعد ده ايا كان طب لما نحول دي بقى من فعل من الكلام المباشر اللي غير مباشر فالما فوت بقى الجملة هي ستة مي هتحولها لي هي اسكد مي يبقى هي اسكد مي وير اي لفد ونحزف دو في سبعتاشر هي اسكد مي جاست ناو هو ليس اسئلني حالا اف اي زا فوتبول ماتش ادى استاديام تعال نشوف كده الجملة دي هو بداية لما يقول لي اسكد مي جاست ناو يبقى كده فعل القول ده بالرغم انه مواضي بس احنا هنعمله لانه مضارع طب رقم واحد رقم اتنين انا عايز بعد اف يكون في فعل فاللي فيها ولدي ما تنفعش واللي بدأ اي حاجة بدأ بفعل مساعد هنشيلها ده رقم واحد رقم اتنين اه انت عايز تقول هي سألتني لو انني سوف اشاهد المباراة في الاستاد يبقى انت مفروض تقول اي ويل ووتش طب ليه ما ناخدش اي ووتش المفروض انت عايز تقول هي سألتني وقالتلي هل ستشاهد المباراة ويل ووتش وبالتالي هتبقى برا الاقواس طيب اه رقم طمانت وعشر بدأ بداية لس فانا عايز بعدها بفعل مساعد ولا فاعل عايز بعدها فاعل فاللي بدأ بديد دي مش موجودة معانا واللي بدأ بويل برضو فعل مساعد مش موجودة معانا واللي بدأ بفعل مساعد فمش موجودة معانا اذا نستخدم والجملة اصلا اصبحت الجملة دي كانت بين اقواس دي لو غير مباشر لو مباشر طيب رقم تسعت واشر دو يو نو وير يستردي تمام برضو اداة استفهام اللي هي وير هناخد بعدها فاعل اللي هو مين دينا فينفع نشك في الاولانية دي طب د ما تنفعش اللي بدأ بهاد ما تنفعش انا كده قدام اختيار من اتنين دينا وينت او دينا هات جان ده رقم واحد طيب الجملة قدامك فهي يستردي يستردي دي كلمة من كلمات زمن الماضي البسيط فحضرتك وانت مغمط عينك هتاخد دينا وينت طب افرد يا مستر انه واشال يستردي وحطيه لمكان هزا دي بفور كنا هناخد دينا هات جان عشرين هل يمكنك ان تخبرني لو سمحت اينا المدير الان بداية انا هقول وير وبعدها هجيب الفاعل فما ينفعش نقول ووز دي اطلاقا رقم واحد رقم اتنين قدام سياتك ناوف الجملة دي مدارع فانا هقول زمنجر وبعدين الفعل يكون مدارع فزمنجر ووز دي ما تنفعش لانه ماضي وبعد كده زمنجر لوحدها ما تنفعش طب فين الفعل اللي في الجملة ما هوتحزف لما ينفعش نحزفه اذا الاجابة اصبحت زمنجر از يبقى الجملة اصبحت هل يمكنك ان تخبرني اين يكون المدير الان طيب رقم واحد وعشرين هي قالت لي والكلام ده بين اقواس يبقى انا مركز ومطاطق وداني لو الكلام بين اقواس اداة استفهم فعل المساعد فاعل ماذا تقصد وماذا تعني يبقى ليس فهم الفعل المساعد دو الفاعل يو وبعدين يبقى وات دو يومين طب ليه مناخدش كان يومين ينفع قولك ماذا تستطيع ان تقصد بهذا الكلام المفضل نقولك ماذا تقصد وماذا تعني يبقى دو يومين هي تريد ان تعرفه ماذا سافعله في الامتحاد المقبلة بداية دي مدارع اصلا فما ينفعش اقول لان ده ماضي ولا ينفع اقول عشان هو بتكلم عن المستقبل فانت عايز تعبه عن المستقبل فتاخد مدارع مستمر اللي هو او مواضع او والتالي الايجابة هي كان ممكن اقول عشان دول تلاتة طرق من طرق التابعة على المستقبل هل يمكنك ان تخبرني كيف يحتفل الناس باعياد ميلادهم انت قدامك هاو هل تستفهم هاو الفاعل بيبل الفعل للمساعد تعال نشوف الجملة دي اصلا ماضي ولا مضارع ماضي ما هو قالك كود يو تيل مي يعني ما علا كده ان الجملة زمنها ماضي وكونها ماضي فحضرتك المفروض تختار ماضي والماضي من بين الاختيارات دي كلها اللي هي نمبر دي الجملة دي كانت بين اقواس هاو دو بيبل سيليبريت طلعت برة الاقواس هنعزف دو ونخلي سيليبريت تبقى سيليبريتد نقط الرجل اراد ان يعرف اين يقع المتجر والله انت المتجر ده مكانه معروف وسابت وما يتغيرش فالمفروض كانت تبقى طب ما هي مش موجودة في الاختيارات خلاص يا فندم ما ده مش موجودة هناخد ووز وعايزك تفهم كويس ان الحقائق اللي بين اقواس ممكن يطلعها برا الاقواس ونحولها الماضي وممكن نسيبها زي ما هي لو جالك في الامتحاد في الاختيارات مضارع تاخدها طب ما فيش في الاختيارات مضارع فانت عامل حسابك اني ممكن الماضي ينفع زي الجملة دي كده ده معناها ان الجملة لو فيها كان المفروض ناخد صديقي سألني يعني كم المدة التي انا قضيته هناك تعال نشوف لو قولنا هاد اي بين دي ما تنفعش طب ليه لان هاولونج اناس فاهم عايزين بعدها فاعل فاللي فيها هاور دي ما تنفعش ولفيها هاد دي ما تنفعش لانهم الاتنين بدئين بفعل مساعد يا طرح اقول اي ووز ستاديينج والاي هاد بين ستاديينج تعال نشوف صديقي سألني هاولونج كامل مدة ركز صديقي سألني كامل مدة التي انا كنت اذاكرها هناك باي هاد بين ستاديينج طيب اه لان هاولونج بيجي بعدها مدارع التام اصلا والمدارع التام بنحول المدارع التام ليلا سألتنا اذا كان احنا هنروح الناد وقال لا الجملة دي لو غمضنا عنينا كده كتبين اقواس شد كتبين اقواس شال وي جو تو زا تلاب شال لي هنحولها بره تبقى شد وبالتالي هنا الاجابة شد هاني اسك درامي وير هي وذر هي نقط تو ذا سياتر زا نكست اي وذر دي زي ايها زي اف بنجيب بعدها فاعل وبعدين الفعل تمام دي رقم واحد دي رقم اتنين زا نكست دي مستقبل اللي بعبر عن المستقبل والاحتمالية في الاختيارات كد طب ليه مها كد دي معناها ربما يعني اصلا الجملة كانت المفهوبة ناقواس كان اه يو جو تو تسياتر زا نكست دي هل يمكنك ان تذهب كان حولناها الكد هي تساءلت كامل مدة التي انا سوف اخذها او التي انا اخذتها تعال نشوف قدامي هولونج ده السفان عايزيني الحاجة اللي بدأ بالفاعل دي بدأ بالفاعل لمساعد ودي بدأ بالفاعل لمساعد اعمل كده دايما استبعد اللي ما انفعش يطلع نقول اتهاد تيكن ولا اتهاد تيكن نرجع للجملة هو بقولك شي انكوايرد ده معناها ان الجملة زمانها ماضي وبالتالي هناخد ايهاد تيكن هو ما كانت هوايتها يعني ده سؤال وبالتالي هنقول ايهاد تيكن طيب رقم تلاتين هو سألني انا اعمل كمعلم انت قدامك مضارع تام او ماضي تام فهناخد هولونج مفيش حاجة اسمها هولونج سينس طيب في حاجة اسمها هولونج او بس دي معنامات البسيط طيب رقم واحدة تلاتين ناديا وانت تونو ناديا ارادت ان تعرف اي وود لايك تو جو شوبينج وز هير ناديا ارادت ان تعرف لو انني احب ان اذهب معها وبالتالي هناخد اف اي اتنين وثلاثين هي وانت تونو ارادت ان يعرفو مي هاد هاد هير سمورت موبايل عايز يعرف من امتى وماية عندها الموبايل وبالتالي هنقول هولونج طيب ليه ما يدفعش الباقيين هاو ماتش كم تمن واتما او ماذا وذات انا انت عايز تقول لي هو اراد ان يعرف منزو متى وهي تمتلك هزا الهاتف سألته سألته اذا هو خارج برا ولا فهنا ممكن ناخد وزر وممكن ناخد اف مدام فيها اور فانت قدامك اختار من اتنين اف او وزر ويفضل وزر طبعا هو ما يديني هنا وزر ولا اف ولا اي اند بي لأ اي اند بي ركز في حالات بتاعت اف وزر دي لو في اخر الجملة اور نط او في كلمة اور فيفضل وزر و اف تنفع طيب مفيش اور الاتنين انفعوا طيب لو جاب لك في نص الجملة اور او اور نط فما ينفعش غير وزر ماي تيتشر اسقد مي اكوشن هو سألني او معلمي سألني سؤالا اي كود ان انثر انا لم استطيع ان ارد او اجيبه ان اجيب السؤال يعني وبالتالي هنا ويتش يعني معنى الجملة معلمي سألني سؤال الذي لم استطع ان اجيبه او او ارد عليه يبقى كده ويتش طيب طيب طامر اسقد رامي طامر سأل رامي he was born طامر سأل رامي متى ولده يعني when he was born طب ليه ما ينفعش اف وزر ما عشان اس كده هي موجودة ما هو تعمل بحط انت اف وزر كده وتعال انت ترجم ينفع اقول لك تامر سائر رامي ازا كان هو اتولد رامي ده موجود ازاي هو قال لو هو عنده فلوس كان اشتراع عربي وبالتالي يبقى هي دي المطلوبة طيب الحاجة التانية انت عارف ان دي لما تكونش جملة الخبرية ممكن نجيل بعدها زدت وممكن نحزف زدت فاحنا في رقم بي كان في زدت ومحزوفة في رقم اي كدت زدت وموجودة زي ما هي اذا الاجابة هنا اي عند بي يعني هي ست زدت هو قال انه تمثلة تاتين اي وز اسكد اتن زا انترفيو انا سئلتو اتن د يعني احضرو مصدر فتروح مختار من نفسك تو وانت عارف ان اسكتو المصدر مباشرة هنا اسكد ياسمين هنا اسألت ياسمين ميك نويز انزا كلاس والله ميك دي مصدر فانا عايز تو او نوت تو تب في الجملة بولك هنا طلبت من ياسمين الا تحدث دوضاء يبقى نوت تو اربعين علياء انكوايرد هو اي هاد بين تو كينتو طيب بقولك علياء تسألت من الرجل اللازي كنتو اتحدثوا اليه انا الفاعل وارجل دا مفعول فبالتالي هنقول هوور زمان اي هاد بين تو طيب اللجنبه معنى على بعضها علياء تسألت من يكون بص انت we اتقول هي من يكون الرجل الذي كنتو اتحدثوا اليه طيب واحده انا ايه اين رأيت المجرم انا اخبرتك يبقى عشان في بعدها مفعول اللي هو او ضمير مفعول انا قعدته انا اعرف ومازا صدمة علي على رأسه يبقى طيب طيب رقم تاتة واربعين انا او هو سألني ماذا كنت افعل اي والذي عليه انا ارددته او اجبته بعدها بيكون جملة بدأ بقى ارسى فهام ولكنها جملة خبرية دي تنفع بس لو في فعل والفعل محزوف ما ينفعش انت بالعربي كده بتقوله هل يمكنك ان تخبرني اين يكون النادي وبالتالي هنقول طيب وعايزك تاخد بالك ان لو لو مش موجودك وانا اخدنا هو لم يقل لنا ماذا سيفعله بعد ذلك وبالتالي هنقول خبالة انت بتختار وفقا للترجمة ولو بترجمت عمرك ما تغلق هو سألني ماذا عايز بعدها فاعل يبقى دي تنفع طبعا دي ما تنفعش لبدأ بوز ودي ما تنفعش عشان بدأ بفعل مساعد اذا الاجابة كده هو سألني ماذا كانت المشكلة طيب هو سألني اذا كنت انا خلصت قراءة الكتاب يبقى اللي هي نبه اي طيب لي ما انا خدش لان الجملة اصلا اسكد ماضي وبعدها قالك يعني ماضي برضو فالجملة على بعضها ماضي ما اي فاشي تحشل فيها في النص المدارعة انا سألت الراجل المساعد اللي في المحل لهو انا ممكن اقيس التشيرت تعال نغمد عينينا وندخل الاقواس الجملة دي كانت من اقواس في لما تكون كان ها تحولها انت واتخليها كود وتبقى اذا ما كان بامكاني انا اجرب التشيرت احنا اردنا ان نعرف ماذا هم اعتقدوا. يبقى ثوت. الجملة اصلا كانت بين اقواس ده مدارع. انا طلحها برا تبقى ماضي عشان كده اخدنا ثوت. انا تسألت ماذا هم اثناء نومي. خد بالك الجملة دي كانت بين اقواس دي ماضي بسيط. ماضي مستمر. مع زرعة فلما طلحها برا هتبقى ماضي تام مستمر. بالتالي هنقول هات زي دايما لما تغلب في جملة كده تعال مغمض عينك ومدخلها لقواس تاني وبعدين حولها. طيب في واحد وخمسين المدرس سأل لماذا عادت كبير جدا من الطلاب كانوا غائبين ماضي فما ينفعش نقول لان ده مستقبل وما ينفعش لان ده مضارع قدامك حجم اتنين او ركز معي. لو هي فكان المفروض بدل تبقى هاتبين. فعشان كده الاجابة تبقى اللي هي كانت اصلا مع مضارع بسيط جوه الاقواس كانت مع مضارع بسيط. انت اللعها برا مع ماضي بسيط. انا قلت لهم انا قلت لهم متى تغادرون الشقة. طبعا ده جملة بين اقواس يعني ده كلام مباشر فانا عارف ان الكلام مباشر يعني اداة تفهام فعل مساعد فاعل. فاللي بدأ بزي دي ما تنفعش ولبدأ بيوم ما تنفعش ولبدأ بيوم ما تنفعش لانه هما التلاتة بدقين بالفاعل. واحنا بنعمل جملة مباشرة يعني لازم نبدأ بالفعل مساعد الاول. طيب رقم تاتة خمسين. اسمي اف بعد اف عايزين فاعل مباشرة. فدي بدأ بدو ما تنفعش. ودي بدأ بيوم ما تنفعش. يعني اللي ما تنفعش لانها بدأ بفعل مساعد فحضرتك هتاخد اللي بدأ بالفعل دي او اللي بدأ بالفعل دي دي رقم واحد دي رقم اتنين انا عارف ان كلمة لو معناها يعتقد ما ينفعش نجيبها مستمر وبالتالي هنستمع دي كمان واصبح الاجابة قدامك اللي هي نمبر سي والجملة اصبح معناها هي سألتني او انني اعتقد انها لديها نقودا كافية انا سألت السائح من اين يأتي اين يأتي اين يعني يبقى هنا انا سألت السائح لو هو جاي من امريكا قلمة دي يعني اف او وزر فهنا هناخد اف وناخد وزر يعني الاجابة هنا هتبقى اي ان د بي طيب ركز الاحتمالات بتاعت الجملة دي كالتالي ينفعه لاتنين مع بعض سواء اف او وزر طيب برضو لاتنين مع بعض طيب اي اصكد زا تورست وزر او نط هي كمز فروم زيو اس اي مدام لو قال لك او نط في نص الجملة ما ينفعش الا وزر مدام فيها اور يبقى الاتنين ينفعه يعني اي ان د بي مركز في الكلام ده الموضوع مش صعب ولكنه محتاج انك تبقى كده زي بلعب شاترهنج مركز مع الفاعل ومع الزمن ومع الضمير ومع المفعول والدنيا كلها سألني لو انا عايز اروح الحفلة بتاعته ولا لا ده معناها لما ندخل الكلام ده الاقواس فالود هتبقى تاني حلو طيب تعال نشوف اا جون اول واحدة بقول لي وهتيجي حفلتي بكرة او ينفع طيب يبقى باردو تنفع يبقى كده الاجابة ايه ان د بيه طيب طيب ليه ما ينفعش اولا لانه دي مستقبل ما ينفعش معها دو وتعال نخليها تنفع لو عايزين نحولها هتبقى بدل دو هنشلها و هنخليها كيم وما فيش كده في الجملة تاني و خمسين اي اس كد علي what he had done the day before هنرجحها يستردي وهتبقى did يعني what did you do يستردي يبقى احنا كده اخترنا رقم ايه طب ما نشوف البقية ما ممكن ينفعه what had you done لأ ما هتنفعش ما هو مادام قالك had done مع يستردي يبقى دي تأليفة ما تنفعش تب التسعة و خمسين shall we go to the cinema shall d بنحولها لshould فبالتالي she asked if we will لأ ما ينفعش نقول if we will طيب اللي بعدها if we should go ما هو shall هنحولها لshould يبقى لإجابة رقم بفعلا طيب رقم سيلي غلط if they will go to the cinema الجبلة فيها shall وانت معاك فعلي قول زمانه ماضي فلازم تحول shall shall لshould mayar said which exams have you posted rowan mayar قالت ما الامتحات التي اجتستيها يا روان ده معناها ان mayar اه وندرد او اسكد الاثنين ينفعه بس ما ينفعش بعد وندرد مفعول طب تعالنا نشوف كده اول واحدة mayar وندرد روان ما تنفعش اللي ما خلاها ما تنفعش اللي انه جاب لك بعد وندرد جاب لك المفعول اللي هو روان فده غلط طيب عارف لو ما فيش هنا روان دي كنا قلنا mayar wondered which exams she posted ونكمل كده نفعط طب mayar asked rowan which exams she had posted a نفعط طب ليه نفعط طب ليه نفعط الجملة اللي بدنا القواة اصلا have you posted مضارع تام فلما انطلح برر تبقى مواد تام وده اللي حصل طب ليه رقم سيه غلط بقولك mayar asked rowan which exams had she ده غلط تماما طب ليه لان بعد which exams نجيب الاول شي وبعدين نكمل mayar asked rowan which exams did she post دي اكبر خطأ ممكن نعمله الخطأ ده فين فان المفروض في جملة الغير مباشر ما ينفعش نستخدم الفعل لمساعد did واحد وستين did you see accident هو انت شفت الحادثة did you see accident شفت الحادثة ده طيب تعال نشوف بقى الكلام المباشر والغير مباشر في ليه بقى ازاي المباشر did you see طب الغير مباشر the police asked me or asked whether i had seen the accident are they تنفع طب التانية the police asked if i had seen the accident are they تنفع اه ما هو if وزر اللي تنفع the police asked whether had i لأ ما ينفعش ازا الاجابة كده ايه عند بيه بس اللي صح طب معلش هو ليه رقم سيه غلط رقم سيه غلط لانه whether بعدها الفاعل هو جاب لك هنا هاد الاول بعدين الفاعل فقلبهم do you want to ensure your luggage or not هل تريد ان تؤمن حقائبك ام لا تعال نشوف كده ونخلي الكلام ده من المباشر لغير مباشر اه هتبقى whether or not i wanted to ensure my luggage اه تنفع طب ليه تنفع ما هو جاب لك whether وبعدين بعدها or not وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل طيب هي asked if i wanted if i wanted to ensure my luggage or not اه تنفع طب ما فيه or not في الاخر ما احنا اتفقنا or not لو جات في الاخر ينفع if وينفع wizard لو جات في النص ما ينفعش غير wizard طب التالتة he asked whether i wanted to ensure ما يلاجش or not اه تنفع يبقى كده الاجابة and be and see طيب تاتا ستين he asked if i would like to live in نيويورك هو سألها لو انا عايز اعيش في نيويورك طيب ده معناها he asked will اهو قال will you live will you like ما فيش حاجة في الانجليزي اسمها will you like ده رقم واحد يعني ما فيش حاجة في الانجليز اسمها will you like فدي خلط رقم اتنين will you like to برضو ما فيش حاجة اسمها will you like لو هي would you like هتنفعط طب هي asked to me would you فين الفاعل ما هو ما فيش you اذا دي غلط هو قالبها يعني هو جايب لك will اه جايب would like you للمفاكة تبقى would you like اذا الاجابة كده اصبحت رقم ثلاثة وستين اصبحت رقم دي اربعة وستين he wondered whether he should wait for the for them or go on تعال نشوف he wondered shall i wait for them or go اه تنفع طب التانية he wondered shall i wait for them or go on اه برضو صح تنفع طب اللي بعدها he wondered shall i wait for them for their لأ يعني نفعش نقول for zero for them المفروضي بقى كده ايه عند بيه طيب خمسة وستين which subjects are you studying next year ايه المواد اللي انت هتدرسها السنة الجاي ده معناها she wanted to know which subjects was i was i دي كده هتروح واقف وقال عليها غلط المفاوض تبقى i was she wanted to know which subjects i was studying the following year اه هي دي الاجابة اللي عندي دلوقتي دي الصح she wanted to know which subjects i had been studying the following year المهم الأصلية مدارع فانت لما تحول هتحولها الماضي وبالتالي غلط طيب she wanted to know which subjects have i برضو have i غلط مفاوض تبقى i have وبكده خلصنا الخمسة وستين جملة الموجودين على الكلمات وعلى القواعد ندخل بعد كده على الامتحاد اول فقال he broke his arm last year but he plays the piano as ever هو كسر دراعه لكنه بيلعب البيانو بشكل مهاري as skillfully as قبلها اخدنا skillfully لانها play skillfully بعد الفعل اعاوزين ذرف دايمة综 من يكون في فعل تاخد ذرف مباشرة لكن كان ممكن نقول he broke his arm last year but he is as skillful as هي أخبرت القاضي أنها كانت بريئة كان ممكن نقول لو أنت شتريت الكمبيوتر بتاعك من شركة لها سمعة محترمة هيدوك فلوسك تاني خبلك متكرر هي إن أخوها قبضة عليه في السرقة يبقى هي قالت يبقى سد خمسة الرئيس الوزراء ترقسة الاجتماع ترقسة يبقى يعني ترقسة وكما ممكن نقول هي إنها عاشت على الصحراء في الصحراء لمدة سنة يبقى هي أخبرت مين طيب لو كان قال لك كنا خدناها يعني عرضت يعني رفضت إذن الإجابة ومعناها هي تكرت أنها عاشت سنة ركز معايا في الكلمتين دول الاولانية دي معناها إرادة واصية وعزيمة وكده طيب معناها مرحبا معناها عامدا الظرف منها طيب الجملة بقى يقول لك يعني مقتل متعمد كان ممكن نقول يعني هو قتل رجلا عامدا متعمدا هما بيقولوا إن هما سوف لا يغادروا إلا إذا أخذوا الفلوس فناخد هاف جوت طب ليه ما ناخدش هاد جوت قبلك إن هنا كده قدامك مستقبل إزاي تحشر في النص ماضي طيب بعد كده أنا شفت برنامج تلفزيوني عن وثائقي يعني عن التشرد خد بالك دي لها التوثيق اللي هو برنامج وثائقي اللي هي رقم بي وذي الإجابة أنا شفت برنامج وثائقي طيب رقم معناها مستند ومعناها يوثق معناها موثق هو يتساءل عما إذا كان الماء يتبقى إذا غلية أم لا وبالتالي هنا وذر طيب الشركة دي هي شركة رائدة خد بالك أنت بتقول رائدة يبقى ليدنك سيلر مدام قرنط في النص ما ينفعش إلى وذر وانت مغمض عينك ما ينفعش تفكر في طيب ما تيجي نرمي قرنط في الآخر خلاص يبقى في وذر التفاصيل بتاعة الإصلاحات سوف يعلن عنها رسميا بشكل رسمي إحنا حفظنا وتعودنا إن لما يكون في فعل لازم بعده الظرف طيب أنا ما عنداش فكرة وانت عايز تبدأ بفعال مساعد بقى بعد السفهام يبقى وبعدين الفاعل الأورانية دي غلط طيب ليه لإنه بيقولك لو هي كنا خدناها طيب رقم هي دي الإجابة اللي بنحكي عليها طيب رقم بدأ بالفعل مساعد الأول قبل فدي طبعا فتوى طيب رقم برضو فتوى ركزي عام انت بتقول لي لما يكون في فعل بناخد زرف والجملة فيها فعلي يتحدث ما ينفعش أقولك يتحدث طليق انت بتقول لي يتحدث بطلاقة يبقى طيب لو فيها فربطو بي لو قالك أنا لا أستطيع أن أقرر إما أن أفعل أو أفعل هنا في الجملة دي يبقى أنت عايز وزر والجملة معناها بالعربية أنا لا أستطيع أن أقرر ما إذا كنت أتسوق ولا أروح طيب رقم سبعتاشر يجب أن نساعد بعضنا البعض لكي نكون منجزين محققين لإنجازات فتمنتاشر بقولك فلما نعمل سؤاله زي هتبقى إلي رقم الناس ربما يدفعونا بترحيب يبقى خب بالك إحنا متفقين لما يكون معايا فعل فأنا بأخذ زرف والفعل قدامك وكلمة يعني يدفع فمعناها بقى يدفعونا بترحيب بحب يعني بتقبل عشرين عيا نسرة عايزك تركز في الحتة دي لو أنا عايز أقول لك قبلني بكرة الساعة تمانية بالضبط فأقول لك شارب يعني بالضبط يعني الساعة بالضبط من غير ولا دقيقة مقدما ولا مؤخرا ستين في المية يبقى ستين في المية خد بالك بيرسنت وبرسنتج لتنمعناهم نسبة لما يذكر لك رقم تاخد بيرسنت على طول تلاتين في المية يبقى ثيرتي بيرسنت عشرة في المية يبقى تن بيرسنت لكن لو أنت عايز تقول لنسبة الناس النسبة الوفيات ارتفعت فتقول بيرسنتج بليز ساي زمان أدمتد إي زبانك أدمتد دي يا صديقي حاجة من اثنين إما إنجي إما تو إنجي يبقى تو ربنك زي هاوس بس خد بالك كان ممكن نقول بوليس زمان أدمتد زت هي ستول أو رابد يعني من نقول رابد أو هاد رابد طيب زي هاوس إز مور إكسبنسيف زان إني أو نوات وي هاو لك ده المنزل ده أغلى من أو أغلى من أي منزل آخر إحنا بحثنا أو نظرنا إلي يبقى خد بالك كان ممكن تبقى فحزفنا وحطنا بقانها الدكتور أوصابي اقترح أن المريض يأخذ روحه وبتالي سجستد يعني صمم وليسيد قرر لما هي غيرت وظيفتها فكان لازم تغير أو تكتسب يعني مجموعة كبيرة من المهارات مفيش أي فلوس خالص في الخزنة طيب هتبقى يبقى الإجابة كده لأن ده سؤال مزيل إغلاق المصنع ركز في لما تقول ده معناها يعني يوجه ضربة قاسية يبقى رقم والإيديام على بعضه يعني وجهت ضربة أو كان بمثابة ضربة قاسية للاقصاد القومي افهم ويعرف إن هاو بعدها دائما صفة هاو صفة لكن دائما بعدها اسم مع دائما نجيب الاسم فعشان كده أقول لك لكن هاو 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 إذا نحن كده محتاجين بعد هاو اسم اللي هو هاو رقم دي ركز لكن هاو هاي تسعة وعشرين هو راد أن يعرفه أين أنا وضعته إنت بص بالترتيبة أين أنا وضعته يبقى لما أخدش الأولانية دي لأن ده مضارع وإنت بتقول لي wanted هل يمكنك أن تخبرني طبعا بعد نجيب جملة سؤال ولكن ها بتكون في شكل خبري يعني فعلا فعلا مساعد نشوف البقيين غلط لأنها بدأ بفعل مساعد على طول غلط لأن بتجيب قدس فعلا مساعد فإحنا كده نستخدم رقم القطعة بقى القطعة قرأتها أنا شخصيا قرأتها قبل محلة بس عشان كبيرة وهنضيع وقت كتير فيها فأنا هقول لك الإجابات وما كان ها فين أول سؤال بقول لك دي معناها تعال نشوف في السطر الأولين نخلص لآخر الكلمة هنا كده بقول لك حقيقة نلا يمكن انكرها اختراع التكنولوجيات الحديثة يبقى دي معناها طب الجملة التانية موبايل انترنت كان بروفايت اكسيس تو بص موجودة فين هنا بقول لك المهم قال لك اه يبقى كده الإجابة رقم اتنين هتبقى ايميل سؤال التالف معنى كلمة في البراجراف الرابع اللي هي دي الكلمة دي تعال نشوف بقول لك وذلك قد يكون له تأثيرا سلبيا او منعاكسا تعال نشوف بقول لك معناها سلبي اللي هي نيجاتيف طب ربعة التحصيل الاكاديمي بتأثر بشكل سيء لما يحصل ايه لما منعاكسا منعاكسا بمغير ما دي قرأ القطع اصلا هتحل السؤال ده لما الشباب يندمجوا او يدخلوا في مجالات ماناش اي لازمة مرغير مرغوب فيها طب رقم خمسة عكس اقرب عكس لكلمة هفت كلمة هفت دي معناها ثقل تعال نشوف عكسها ايه ترى توبج فيريديب ولا شارب شارب حاد قليل او طفيف فيريديب يعني عميق و توبج طبعا ويقلت لك ان هي معناها ثقيل يبقى عكسها خفيف او قليل لها لتل انت ممكن تجيب المعلومات من اهي قال لك هنا في القطعة هنا في الحتة تحديدا اه اللي هي فيها ايميل دي فين اهي انت بتستخدم الموبايل عشان تقصل على يبقى ايه كده انت بتجيب الوزر من من طيب بعد كده الناس البالغين ان البالغين مفروض ان هم يعملوا ايه للناس الشباب الصغيرين دي المفروض يعني يتعقبوا واستخدامهم اه لاستخدام الحاجات دي كلمة دي فيه اتنين في القطعة بس مش محددين فانا هقول لك على كل واحدة منهم بتدل على مين برضو في البرغراف التاني هنا كلمة دي كلمة دي بتعيد على بني بص بقول لك بقى يوسعون افقهم اللي هي مين يبقى كده عايدة على وفي السطر قبل الاخير برضو فيه ناكل متزير بيقول لك بقى اللي هما مين اللي هما برضو يبقى دي كده عايدة على في الجملتين طيب رقم تسعة مين في دول خطأ لو انت قراءة النص هتلاقيه بيحكي لك في النص ده عن زي موبايل فون ممكن يوفر ايه من قز حياة الناس الوصول للانترنت ده شيء سهل وبسيط طب هو قال لك في القطع انت مينفعش تفتح الاميلات باستخدام النت ده قال لك انت ممكن تفتح بالنت وتعرف الاخبار وتعرف اخبار التقس في رقم عشرة هو مرت من مميزات التليفونات اللي هي انكريز ان هي بتزود معرفة الطلاب وتوسع افقهم اللي هي رقم دي القصة بقى بيقول لك اول واحدة في روتانيا راسندر تذكر اللي روس قالتوله عن المسئوليات لما برنسها في لافيا اخبارته ان هو لازم يكون حريص على لان حياته لها تعني كثير بالنسبة للناس اللي هي رقم دي والكلام ده حصل لما راسندر كان رايح يزوره في لافيا وكان عايز منه ما يتكلمش كتير شعبية راسندر اللي بدأت تكبر وتتنامى بالنسبة للناس او مع الناس يعني بتعرف تانيا بدأت او لعبة دور كبير فيه الاولى ده هي اللي هي ان هو كان بيرتكب اخطاء ولكن الناس كانوا بيغفروها لانه بدأ يكبر شعبية رقم ثلاثة راسندر's intense insistence on going to zinda to rescue the real king prove that ان راسندر عنده اسرار شديد ان روح راسندر عشان ينقذ الملك ده بيوثبت لنا ايه ان he was a good man who had no greed for power ان راجل جيد ومعندوش اي طمع في السلطة طب رقم اربعة اه in her letter في الخطاب بتاعها لرسندر انتوني الدومبان اخبارته ان لو هو لم يقوى لو هو مش مصدقها يعني he not what woman هو ممكن يسأل سابت طب تعالي نشوف كده he would or should ask colonel sabt اللي هالقوله برضو حلوة اول موضوع ايه كلهم ايه ده سابت عرف ان الملك موجود في الكسل بسبب تعالي نشوف الاختيارات اول واحد مايكل قال للجرايب كده لما قالش كده ما حصلش الكبر دائما مرفوع ده معناها انه محدش بيدخل ولا يطلع ده معناها انه مخبين حاجة ستة according to sabt من وجه نظر sabt لو راسند الاختفى would come to an end إلا هيأتي لنهاية تعالي نشوف اول واحدة سابت خطة سابت في انقاذ الملك هتختفي هتبقى ملاش وجود مايكل سدريم ده هو مايكل حلم وهيالق هيحصل لو راسند الاختفى رقم سي تنفعي بأكده انا قدام ايه ان دي سيلي بانفعل اثنين سبعة سابت سابت عرض على راسند الان هو يروح مكانه يمثل يقابل انتونيد دوبان حيث انه هو مؤمن ان الخطاب ده اللي اتبعت لراسند الى مبعوط عن طريق مايكل اه دي فعلا صح طب رقم بي هو خايف ان يكون في فخ رقم بي برضو صح اه اذا كده يبقى با ايه ان دي بي طب تمانية وفقاً لرأي انتونيد دوبان خطة مايكل انه يقتل راسند ال في السامر هاوس ويعمل ايه ويبعد حد يموت الملك الحقيقي تعال نشوف لا يخلي انه يخبر البوليس ان راسند الى اه ارتكب بجريمة الانتحار لما حصلش كده خالص رقم اثنين يطلق صراح أخوه اللي في السجن يتهم المرشال هي رقم دي الخطة كانت كالتالي إن راسندل يموت ونرميه في المدينة القديمة وبعدين مايكل ييجي يقول هتولي سابت وفريتس هم اللي قتل الملك ويرحوا جايبهم قتلهم ويقتل الملك الحقيقي يبقى كده يخلص على الناس كله يبقى كده رقم دي اللي صح طيب في السامر هاوس راسندل استخدموا راسندل استخدم الترابيزة دي كدرع علشان بروتيكت سابت يحمي سابت لأ بروتيكت همسيلف ان اسكيب فروم مايكل زمن رقم بي طبعا مش هيحمي طبعا عرشان رقم بي هو عايز يحمي نفسه لإن الرجال اللي جايين أصلا عارفين إن موجود معنا هنا انتونيت دوبان وهي معنا طب رقم عشرة كانوا يقولوا لو الملك ما تجوز فلافيا هو المفروض يسيبها المين لرقم دي اللي برينسة فلافيا تتزوج دوك مايكل كده خلصنا القصة بقي معنا آخر حاجة الترجمة أنا شخصيا قرأت الأربع ترجمات دول قبل ما أفتح الفيديو علشان مختصر في الوقت شوية بتاع الفيديو الإجابة هنا في البتاعة ده رقم بي طب البقيين ليه غلط الإجابة هنا رقم بي طب ليه البقيين كلهم غلط هقول لك أنا أول واحدة غلط لإنه في الجملة بيقول لك مش بس حلوة لجسمك يعني معنا كده نهي حلوة لجسمك والحاجة تانية في الاختيار في الترجمة بيقول لك التمرين الريضية ليست مفيدة لجسمك فده خطأ في التالتة بيقول لك تتأثر الصحة العقلية بالتمرين الريضية بينما لا يتأثر ما قالكش بينما ده هو قالك بيتأثر على الجسم على المنتل والبادي الاتنين والأخيرة برضو غلط لإنه قالك ومن الصعب عند التقدم في العمر أن تايد طرقا هو قالك في الجملة أينما كان عمرك فأنت ممكن تتطر يبقى كده بيلي صح المشي لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا وهذا ما يعادل احد وعشرين دقيقة برضو ترجمة الجملة دي هي رقم دي طب ليه رقم دي والباقين غلط هقول لك أنا برضو الإجابات الباقية غلط ليه الأولى غلط لأنه قالك هنا في الجملة قالك أسبوع طيب الجملة التانية قالك تعزز من المرض يعني بتزوده وما قالكش كده في الجملة قالك يقلل من خطر الإصادة والبعدها برضو قالك اللي معناها يزود فعشان كده ديقول كلهم غلط والأخيرة بس صح كده نكون خلصنا الحمد للرب العالمين من الواحدة العشرة ونبدأ نتوكل على الله وندخل على الواحدة الحادية عشر شكرا